اه قلت يا معلم قلت ايه في ايه بس يا باشا انك تلقى المخدرات اللي حيحمل هلك مرجع وكده حتبقى بتساعدنا بساعدكم ازا يا باشا ورا بقى شايل تهمة كبيرة كده بص يا معلم فا شحنة المخدرات دي اكبر شحنة مخدرات دخلت مصر من فترة كبيرة عشان كده احنا عاوزين نمسك الجنتل وشداد وكل اللي وراهم بحرزوا حياسة وبعدين الرجالة بتوعى اللي زريعوا بعد صهران بلغوني من البضاعة حتنزلوا البحر المهاردة ومرجان ابن الرئيس غريب هو اللي حيستلمها عرفت من ساعة ما كلمني مرجان وقالت على السويس بكرة تمام وانا اواصل في الزكاة بس المرة دي لازال مرة اللي فاتت المرة دي انت بتلقى المخدرات وانت عارف انك بتلقى المخدرات كل اللي مطلوب منك انك هتروح السوء تنزل المخدرات وتدهنهم ويا ريتي بقى الجنت المشداد موجودين هناك ويا اخي سيب الباقي علينا احنا بقى طيب افرد يا باشا اتماسكت بيها في السكة وارد اي كمين يفتشني وسيادتك بتقول انها كمية كبيرة ما تقلقش يا معلم انا حسهلك خروج المخدرات من المينة ووصولها كمان للقاهرة طيب ما تمسك المخدرات اول ما تطلع من البحر على طول يا معلم ساعتها مش هيبقى بي حرز وحيازها والواد مورجان هو اللي حيروح فيها وحيربص القضاء والجنتل حيكمل شغله انا عمل خطة هنقد بيها على شداد والجنتل وكل التجار اللى وراه والخطة دي متمسهة على اعلى مستوى ها؟ قلت يا معلم على الله ان شاء الله على الله ان شاء الله شفت يا زمزم اللي حصل النهار ده مش منع مخويا وقف العنطر في الحارة وده له كلمتين في جنابه قدام الناس كلها علشان بس حاول يعترضهم حساس حلو برضو ان الواحدة كده يكون لها ظهر وسند ياخد لها حقه ايه يا زمزم ما بترديش عليا ليه من ساعة ما مشيت يم السوق وابوك بيقول انك قفل على روحك قول وات حاسن برا مفلوق من العياد فيه يا بت زمزم سيبيني الواحد اسيبك لوحدك ده من امتى بقى ان شاء الله وحد بيسيبت تاني لوحد طب ما طول عمرنا قسمين المرة قبل الحلم مالك يا حبابتي ما فيش وحتى لو فيه طالما ما قلتش اول ما سألت يبقى اللي مداريها عنك مقدرش اقوله لي كده مالو مداري اللي انت عايزة مداريه بس انا عايزة تطمن عليك هو احنا اللي هنقوله هنعيده ارجوك سيبيني الواحدة السعادة انا مش عايزة الثاني يقول كلمة تزعالك مني وانا عمري بها سعن بميك يا زمسي دارتي اتأكد يا حسني ما قدرنا الفخير يجعلك سند لمك ويحميك يا غلوة يا ابن حسوبة ويرضى عليك يا ابني ويهديك السلامة دلوقتي بتدعيلي ياما بعد ما كنت مرمطة عالي في الروحة وفي الجاية وصمى بدني لأ وكمان بتدعي علي لساني كان بيدعي اه بس قلبي بيقول يا رب ما تقبلش يا واد يا واد ده انت ابن عمري ده انا جيبتك بعد شوقة غيرش بس سكة اللوع والمخدرات اللي انت اتسحبت رجلك فيها بس خلاص اشتغلت مع المعلم راسي بقت مرفوعة فوسة الحارة انا هنفضل نتكلم كده ما احنا عمدنا بيت نتكلم فيه بيت ايه يا اما ما انت تردري منه لا 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 الالله ده انت قفلى بابه في وشي واخد شقل واحد انا على فكرة اتفتح يا نين عيني حسوبة راجلها راجع بيته وبيت ابوه يملك ماله وقهوة ابوه ويعز زمه اللي كبرت في السنة ياه يا غلوش الباقي من العمر يا ابني مش قد اللي راح راضيها في اخر عمرها تدعيلك دعوة تسترك خدامك يا اما بس انتردانيو اس